شكرا جزيلا أن أستاذ هايثام الراشدي الأعلامي طبعا الكبير في تونس وإحنا طبعا ما بنشككش في أي حد طبعا وكلنا ثقة في تونس وصحة تونسية والبروتوكول الطبي المطبق قمان هناك والإجراءات الاحترازات المشدد لكن العدد فيه تقلق منه يعني فيه شك أن انت بس اللي عندك هذه الإصابات والحالات الكتيرة دي والاتجاه القوي زي ما كنت بقولك أنه الماتش مش هيتلعب وده مباراة مهمة جدا وكان ماتش الافتتاح دي بطولة يعني دي بطولة وجين بسناء وبعدين ينفع ينفع أن منتخب النهاردة منتخب مصر بيلعب بكرة بعد إصابة العدد الكبير ده من اللعيبة أنا نمسي حد يتحرك يعني أستاذ جمال محمد أي دكتور جمال محمد علي نائب اللجنة الخماسية المفروض يطمننا الأول يطمننا على الحالات وكابتن ربيع ياسين يقول لنا النهاردة الماتش هيتلعب بكرة المنتخب هيرجع بكرة مصر ده لازم ونشوف عمر ربيع ياسين لو يقدر يدخلنا على التليفون دلوقتي عشان نطمن على حالة كابتن ربيع هو لا لا مش جاهز دلوقتي بس احنا خلي بالك تواصلنا مع الدكتور جمال وبكرة ان شاء الله حيسافر بس خلينا نتكلم بردو بكل يعني نتكلم بردو بوقعية شوية أكيد أكيد طبعا هو المسؤول دلوقتي يعني أنا بتكلم في جزئية في جزئية مهمة ويمكن نتكلمنا عليها دي وأيام ما الكابتن ربيع بيخش وكان بيقول يا جماعة اهتموا بهذا المنتخب أني أنا وجد نظر الشخصية أن هذا الاهتمام بالمنتخب الشباب مش متواجد من فترات طويلة أن ما فيش رئيس بعثة طالع مع المنتخب المصري ما فيش رئيس بعثة دي أصلا أنا أول ما عرفت كده إزاي ما فيش رئيس بعثة متواجد مع الكابتن ربيع ياسين من غير ما مشكلة دي تظهر لازم يكون في واحد الكابتن ربيع ياسين بيقوم بالدور الفني والدور الإداري والدور النفسي الموضوع الموضوع فيه خلينا نتكلم بكل ما أنا لا فيه تأثير واضح من الاتحاد المصري أو من اللجنة الخماسية بالنسبة لمنتخب الشباب بعثة منتخب مصري طلع عندها بطولة البطولة دي حلم جيل بالكامل ما فيش رئيس بعثة طلع ما فيش حتى متحدث إعلامي بيوصل رسالة أو يكون متواجد مع البعثة الكابتن ربيع ياسين بيقوم بالأدوار كلها وده غير مطلوب أولا هتشتته على المستوى الفني الكابتن ربيع هيفكر في ماتش ليبيا وفنياته ولا في كرونا ولا هيفكر في الإداريات يا جماعة خلينا نتكلم تاني لغاية إمتى هذا الإهمال في قاعدة الناشئين والمنتخبات اللي تحت ليه بس الاهتمام بالمنتخب الأول ليه الاهتمام بالفرق على المستوى الأول احنا بنتكلم الكلام ده من سنين الاهتمام بالقاعدة أهم كتير جدا من الاهتمام بالفريق الأول انت عندك جيل كامل تخيل حضرتك الكابتن ربيع ياسين بقاله سنة ونص بيشتغل سنة ونص بيحارب مع الأندية سنة ونص بيحارب مع اللجنة الخماسية عشان اللعبة اللي مبجيش سنة ونص شغال ويروح لتونس بدون رئيس بعثة بدون متحدث إعلامي بدون حتى وجهة لمنتخب مصر ده اسمه مصر كبير يا جماعة مش عشان منتخب اسمه منتخب الشباب لا فأنا من هنا من البيت الكبير أنا فعلا آه كابتن ربيع ياسين بيقوم بدور أكتر من رائع لكن في قصور واضح جدا من اللجنة الخماسية والتحاد الكورة وأرجوك تاني اهتموا بمنتخبات الشباب والانتخبات الأولمبية هي دي القاعدة اللي ان شاء الله لو اهتمنا بيها هلاقي ان منتخب مصر الأول يعني هيديك عشر عشرين سنة لقدام انه يوصل كاس العالم بصفة مستمرة هو ده اللي نتكلم عليه فأنا عارف الموقف صعب جدا للمتخب الشباب عشان نلخص الكلام ده هو ما وصل إليه دلوقتي ان بكرة فيه مسحة أو عملوا مسحة النهاردة هتظهر بكرة ان الكابتن دكتور محمد علي هيكون متواجد في تونس بكرة للاتفاق والقاعدة مع الاتحاد الأفريقي اللي أجل مبارات الترجي والزمالك أو الرجاء والزمالك في نفس الظروف فليه الكلب مكالين ده جزء مهم جدا لازم يكون حد متواجد ولازم صوت مصر يكون أقوى من كده في الاتحاد الأفريقي احنا على فترات كتيرة جدا فترات اللي فاتت بدأ صوتنا يا سهان في الاتحاد الأفريقي يقل بشكل كبير جدا فبينقول مش عايزين نضيع مجهود جيل مش عايزين نضيع مجهود الكابتن ربيع سين في غلطة إدارية أو في عدم وجود رئيس بعسة أو في إهمال واضح جدا يكون واضح جدا حتى في الحديث مع الاتحاد الأفريقي والضغط عليه تأجيل المباراة احنا يعني أكتر من 11 لعيب أو 13 لعيب مصاب بيتم تأجيل المباراة ويترد عليك ويترد عليك يعني أنت مش هتقدر النهاردة تأجل المباراة لأسباب قل فند أسبابك وقلنا ليه مش هتقدر تأجل المباراة المهمة دي ايه المختلف عن حالة الرجاء والزمالك؟ ايه المختلف في الحالة دي اللي منتكلم فيها؟ عموما أنا متأكدة أنه كابتن ربيع ياسين في شدة غضبه من الذي يحصل أنا متأكدة لائحة البطولة بتقول أن المنبثقة تماما عن لوائح الفيفا في الفترة الصعبة اللي احنا بنمر فيها دي وما زالت مستمرة بسبب كورونا فيروس أنه أي منتخب دي يتوفر له 11 لعب و4 احتياطيين زي ما انت قلت كابتن منهم حارس المرمى طبعا بيلعب الماتش وكده يكون صعب جدا أن الماتش يتلاعب بكرة يعني لو سلمنا النهاردة أنه القايمة فيها 25 لعب وفيهم على أقل تأدير على أقل تأدير كلام الوزير 13 مصاب النهاردة يبقى ما يفعش مصر تخود المباراة بكرة الحقيقة كمان يمكن يعني المفروض أنه خلال الساعات اللي جاية يعني يعني فيه كلام كتير جدا السنة عارفة أنه كابتن ربيع ياسين فعلا خايف أولا وأخيرا على اللعيبة واشتكى كمان من عدم تطبيق الإجراءات الوقائية أو الاحترازية بشكل جيد في فندق الإقامة هناك وأنه فيه اختلاط كبير جدا خاصة في الأسانسرات يعني بيقابلوا بعض تقريبا بيسلموا وتقريبا مش لابسين الكمامات مش عارفين يعني إيه مش ملتزمين قوي برضو عايزين يعني نفهم وأنه كل منتخبات الدورة تقريبا نزلة في فندق واحد بس الشيء الأكيد أنه موضوع عن البعثة دي موضوع عن البعثة طلب الطيارة خاصة عشان ترجع لمصر ده طبعا مش صحيح برضو منأكد لكم أنه موضوع عن بعثتنا طلب الطيارة خاصة عشان بقى منتخبنا يرجع ده كلام مش صح ودكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية بتدير اتحاد الكورة النهاردة يعني يمكن النهاردة بيأكد الكلام ده الحدد الودي بيأكد الكلام ده ويقول استنينه يسافر هاي سافر بكرا إن شاء الله بس النقطة الثانية اللي بأكد عليه السهم اللايحة بتقول 11 لعيب و4 منهم حارس مرمى يبقى يؤجل المباراة لازم يكون فيه صوت وصوت قوي موجود جوه على الترابيزة يقض معهم على الترابيزة ويتكلم معهم بصوت هذا اللي بتكلم عليه البعثة رايحة من غير صوت مسؤول فأتمنى إن شاء الله إن اللجنة الخماسية والناس المهتمة بمصر باسم مصر إن يكون لها صوت داخل الاتحاد الأفريقي وتضغط ضغط شديد جدا إن المباراة تتأجل وتحت بند كبير جدا بحلم جيل كامل ممكن جدا بيروح بعد يمكن مشاقة كبيرة جدا لمدة سنتين فلازم صوتنا في الاتحاد الأفريقي يكون أقوى من كده ترجع مصر للمغرب لازم الناس تقول كده لما يعودوا بيتكلموا وكلامهم بيمشي فأنت كمان النهاردة لازم يكون صوتك زي ما أنت قلت مسموع وواصل ويتعمل عليه فيارب الموضوع ده يخلص يارب الأمور تتعدل خلال الساعات الأولى اللي جاية يارب خلال الوقت الباقي من الحلقة ده نطمنكم أكتر نطمنكم على حالة كابتن ربيع حالة اللعيبة المصابة في منتخب مصر فقط تقريبا فقط شرف إن شاء الله بإذن الله الأمور يا رب تبقى على أعلى مستوى إن شاء الله وتمر الأزمة دي على خير عايزة روح